متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلمة فيه نموذج من النماذج اللي ممكن تستخدمه لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وهذا النموذج ممكن تعمل منه عشر صور كل دقيقة النموذج ده هو جيميناي 2.0 Flash Image Generator فيه نموذج خاص بتوليد الصورة باستخدام جيميناي 2.0 Flash هذا النموذج جيد إلى حد كبير وكنت كلمتكم عنه الفيديو السابق لما كنت أنشأت بعض الصور علشان أحركها باستخدام نموذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي اللي تكلمنا عنه الفيديو السابق وعشان كده حبيت أن أنا أتناول هذا النموذج لو تحبوا تعرفوا هذا النموذج وتستخدموه فهو مجاني زي ما قلت لكم من خلال جوجل iStudio جوجل iStudio هي عبارة عن منصة لتقييم النماذج والديفولوبرز أو مطورين بشكل عام ولكن أي حد عنده حساب على جوجل يقدر أنه هو يستخدمها هذه المنصة حطت لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وحبيت أن أنا أجرب مجموعة من الأوامر اللي أريدي معمول بها صور علشان أقدر كمان عشان أشوف جودة الصورة المنتجة هنبتزي مع بعض نروح على جوجل iStudio ولازم تتأكد أن أنت لما تيجي تختار من النماذج تختار Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation وهنا هتلاقي أنه هو خاص بإنتاج الصورة والأوتبوت فورمات اللي بيطلع Image وتكست وبالتالي هو حيسابورت كمان الصور اللي بيكون عليها كتابة هنا هبتدي أستخدم أول أمر معايا أحط الأمر وابتدي أن أنا أدوس Run هنا الصورة عبارة عن 4K Ultra HD 3D Cartoon Style عبارة عن Cute White Rabbit قاعد في Vibrant Carrot Field حقل من الكاروتس أو من الجزر يعني في Bright Sunny Sky و Lash Greenery and a few small hills in the background في small hills كده في ال background هو منفذ الأمر كويس جدا يعني لو جينا هنا بدوسنا على الصورة هلاقي التنفيذ جيد جدا وحبتدي أن أنا أروح أعمل Download البعض ممكن يقول لي طيب الصورة أنا حاسس أن جودتها مش عالي قوي أعمل إيه؟ يبقى نروحها لطول لمين؟ نروحها لطول على Canva علشان نروح للإيمج أبسكيلر هنبتدي نرفع الصورة بالمنظر ده ده في حالة الصورة لو جودتها مش عقبك إيه دي الصورة أنا حواريك برضو الصورة عشان تتخيل Set As Background ممكن تقف عليها تدوس على Edit وتنزل هنا على الإيمج أبسكيلر موجود 4-3 للاستخدام وتبتدي أن أنت تروح تختار لحد أعتقد أنه بيكون لحد 4K في المجاني والمدفوع بيوصل لـ 8X و 16X أنا هنا هختار التـ 8X وأبتدي أعمل أبسكيلر هو بيقول لي Already الصورة بتاعتك الريزولوشن بتاعتها عالية بس نفترض أن أنت عايز تعمل محتوى قصصي مثلاً عايز الصور كمان بالذات المحتوى الخاص بالأطفال يكون مشرق أكتر الصور وتكون واضحة أكتر أنا هيعمل أبسكيل للإيمج وحتشوفوا الصورة بعد تحسين الجودة بتاعتها بعد كده هبتدي أقول له Replace وتعالوا بقى أشوفوا الصورة بعد الأبسكيل هتكون عاملة إزاي الجودة بتاعتها رائعة جداً زي ما أنتم شايفين تعالوا نشوف صورة تانية تم إنتاجها بـ Gemini 2.0 Flash Preview Image Generator المراتي هختار صور فيها تفاصيل أكتر زي ما احنا شايفين تفاصيل كتير موجودة جوة الصورة تعالوا ننشئ الصورة ونشوف الجودة بتاعتها على فكرة الصور مقربة جداً للصور الأصلية الصور الأصلية موجودة على اليوناردو AI الجودة بتاعتها تقريباً مقربة بشكل كبير جداً والتفاصيل تم تنفذها بالزبط هنا لو إحنا بصينا على الأمر 3D Realistic Close-up of Vibrant Red Rose موجودة في أرض يعني كراكد أو زي ما احنا شايفين متشققة كده طلعة منها وفيه إيد بتحاول إنها تمسكها هنا زي ما احنا شايفين نتيجة حلوة لو روحت عملت داونلود ورحت أيضاً على الامج أبسكيلر الموجود جوا كنفا ممكن كمان تحسن الجودة أكتر تعالى نشوف أمرتين أنا متعمداً إن أنا أدور على صور فيها تفاصيل صعبة علشان نشوف مدى تنفيذ Gemini 2.0 Flash Preview Image Generation لهذه الصورة وهنا بتكمن قوة النموذج في تنفيذه للتفاصيل هنا حبتدي إن أنا أبتدي أقول له Run هنا Burger The Sandwich Burger في تفاصيل خاصة به الإنجريديانس أو المكونات الموجودة فيه وزي ما احنا شايفين النتيجة حلوة جداً 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 يعني كل اللي مكتوب في الأمر تم تنفيذه وهنا برضو لو عايز تحسن الجودة بتروح لكانفا على الإيمج أبسكيلر ولو بصينا أسينجل جوثي ديليشيز بيرجر with clean white background البرجر has a thick grilled beef طبعاً البيف واضح إن هو grilled أو مشوي فيه melted cheddar fresh lettuce الخاص كل اللي أنا طلبته sliced tomatoes بالضبط تم تنفيذه تعال نشوف صورة أخرى هحط الأمر هنا punch of velvet rose ظهور هبتدي أدوس enter برضو متعمداً أنا أعمل كذا صورة وراء بعض ووريك الصرعة الجودة حلوة جداً زي ما انتم شايفين هذه الصورة سريع جداً في إنشاء الصور مجاني تماماً زي ما قلتلك هو كل دقيقة ممكن ينتج لك عشر صور يعني يعمل لك عشر صور وتستنى دقيقة ويعمل لك عشر صور كمان فأنت بشكل يومي حتنشئ عدد كبير جداً من الصور زي ما قلتلك الجودة لو مش عجبك بالرغم إن الجودة رائعة زي ما انت شايف ممكن تروح للإمج أبسكيلر وهو موجود بشكل مجاني داخل كنفا حاجة أخيرة بقى حنجربها مع بعض يكون حاجة فيها تيكست فهنا حبتدي أحط أمر في تيكست عبارة عن راستيك وودن تايبل تايبل مصنوعة من الخشب عليها وفي مكتوب في المشهد كلمة انا عايزة أشوف الكتابة حبتدي أدوس رن وحيبتدي ينشئ لي الصورة هنا أعتقد إن في كلمة والكلمة دي موجودة فيه الأمر نفسه فهبتدي أشيلها ممكن هنا أقول له نشوف كده إمكانية عمل I will edit the word عايزة يشلي الكلمة دي وابتدي أدوس رن هنا بيقول لي I will edit the image فعلا هو شلي الكلمة وأنشأ لي صورة تانية مختلفة عن الصورة الأصدية هو شلي الجزء اللي تحت دا يعني أنا شايفة إن الصورة كده حتى أحسن من الجزء اللي هو حطه حلو جدا ممتاز جدا وقادي النتيجة ودعم لي الكتابة داخل الصورة دا بالنسبة للموذج النهاردة حبيت أشاركه معاك وحسنت إنه ممكن يستفيد من نقطع كبير من الناس اللي الصور بتاعتها بيكون فيها تفاصيل وعايزة كل التفاصيل الموجودة في الأمر اللي حتستخدمه لإنشاء الصورة موجودة داخل الصورة أتمنى أن أتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم أشوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى وزين بقول لكم في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد رحمة الله وبركاته